بعد الاتهامات الغربية للصين بإجراء إبارة جماعية على الأقليات المسلمة وفرض العقم الإجباري على النساء في شنجان قال بعض سكان المنطقة ذاتية للحكمة أن هذه الدعاءات غير واقعية وفي مؤتمر عقدة يوم الأحد في عصمة منطقة أورموشي حضر بعض العاملين في الكوادر الطبية والطلاب حيث تحدثوا عن تنمية الخدمات الطبية التي تعجز من جهور الصين الرامية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة عندما بدأت العمل بناكا في البداية كان مجرد أي يد صغيرة بمؤدات غير كافية وكوادر محدودة في عام 2015 الساعدت الهكومة المحلية على بناء مستشفى جديد بسلاسة توابق استعب مختلف الأقسام والمؤدات المهنية تلقى مستشفى العام الماضي أقصر من سلاسة مئة ألف مريد واتلقى القرويون العلاجة بقرب من بيوتهم كما تحدثت منورة عن انتهامات العكم الإجباري قائلة أن مستشفى الولادة الذي تعمل فيه يوفر منتجات الغذائية مجانا قبل الولادة تعملت مسؤولية العناية بالعديد من الأمهات الحوامل وأنجبنا جميع أطفال بالسلامة في مستشفى كأمال التبعين سنبذل أنا وزملائنا قصر جهودنا لضمان سلامة الأمهات الحوامل بغض النظر عن أرقياتهن لم يسبق لي أن رأيت أو سمعت أن أي امرأة عانت من العكم إجباري وقال الطالباء النصين فعلت الكثير لحماية الطب الوهوري التقليدي وتنميته هناك الكثير من الموارد ودعم المالي لدلاسة طيب الوهوري التقليدي وتنميته أنا فخورة بأن أكون أحد الوارثين لطيبنا تقليدي هل سبق أن رأيت أي حكومة تمارس إبادة جمعية بدعم تلابي لدلاسة طيب أو إلاج المالد؟ ووفقاً لأحدث كتاب أبيض الصين بشأن حماية حقوق المجموعات العربية في شنجيان تم إنشاء شبكة خدمات صحية للمناطق الحضرية والريفية هناك وستقدم الشبكة أربعة عشر نوعاً من الخدمات الصحية العامة مجاناً تغطي أوجه الحياة بأكبرها تقريباً